أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي القوات الأمنية بالتدخل لمنع إجبار المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على حد تعبيره هذا ودعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم القيادات في أربيل وبغداد إلى تجنب التصعيد على خلفية استفتاء كردستان مؤكدا ضرورة العودة إلى الحوار لتجنيب الشعب ما لا تحمد عقبا وطلب معصوم في بيان له ببذل أقصى الجهود لإبعاد العراقي ووحدة الشعب العراقي عن الأخطار كما حذر الرئيس العراقي من استغلال الجماعات الإرهابية أزمة استفتاء الإقليم وقد أكد رئيس وزراء إقليم كردستان نجيرفان برزاني أن هدف كردستان هو إجراء حوار بناء مع بغداد مؤكدا في مؤتمر صحفي أن الأكراد يمارسون حقوقهم التي تم انتهاكها على مدار الأعوام السابقة على حد تعبيره إنما نجريه ونقوم به ليس تهديدا للأمن القومي لأي بلد من دول الجوار وإنما نمارس حقا مشروعا لنا كان منتهكا إلى حد كبير من الحكومة الاتحادية وكذلك نفس الرسالة نواجهها إلى المجتمع الدولي إلى الولايات المتحدة ودول التحالف وهم مطلعون كذلك بشكل جيد كيف نحن سعينا خلال 14 عاما لتوحيد لحمة العراق وتعزيز لحمة العراق وكنا من بنات العراق الجديد ما بعد الدكتاتورية لكن مع ذلك ومع الأسف بغداد لم تكن لديها ما يشفي غليلنا وغليل الشعب الكردي في هذا الصدد ونؤكد بأن التهديدات لن تثنينا عن أهدافنا ولا نتمنى أن تصبح لغتنا لغة تهديدات متبادلة إنما نسعى إلى استمرار لغة الحوار يدعم استفتاء إقليم كردستان العراق فكرة تأسيس دولة كردية يحلمون بإقامتها منذ عقود عززتها وبحسب البعض ثورات الربيع العربي التي يرى البعض أنها أضعفت من قوة الدولة لصالح التفكيك والمطالبة بالانفصال وسط معارضة من بغداد والمجتمع الدولي جاء الربيع العربي حاملا ماه ريح التغيير لأنظمة عتيدة وكسر معه كل تابوهات الخوف والتعقيد وأحيى آملا كانت مفقودة لدى الكثيرين ومع أيضا أيقظ النورات الطائفية والإسنية من سباتها لقبائل وشعوب وجماعات خضعت بقبول أو بإذعان لسلطات دولها القوية الأكراد لم يتخلف عن الحلم فقد ألهمت ثورات الربيع العربي الأكراد على توزيهم الكغرافي بعهد جديد يأملون منه تحقيق تطلعاتهم والإعلان عن دولة كردية تجمع شملهم من دول العراق وسوريا وإيران وتركيا الأكراد عبر سنوات عديدة سابقة حاولوا الانفصال في دولهم الأربع الكبرى لكن محاولاتهم باءت كلها بالفشل ثم كان الربيع العربي والذي بسببه تزت عدد من الأنظمة ومنها النظام العراقي ما أدى إلى سيطرة التنظيمات الإرهابية ومنها داعش على جزء كبير من أراضيه حتى كانت المقاومة والتصدي له من قبل قوات البشمرك الكردية وتحريرها العديد من المناطق من قبضة التنظيم فيما ساهم نجاح حكومة الأقليم للمرة الأولى في التاريخ في تصدير النفط إلى الخارج دون موافقة بغداد على ترسيخ مقاومة الدولة وتعتبر داوات حكومة كردستان العراق للاستفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من سبتمبر أحدث محاولة للأكراد لإنشاء دولتهم التي طالما سعوا لتحقيقها خاصة وأنهم يتم لكم إحساس قوي بأن الظروف تغيرت إذن تعود العراق والسورية بالدولتين القادرتين على عاقة المشروع الكردي كما كان في السابق لا أعتقد أن أي شخص يستطيع أن يقف ضد الموجة الكبيرة من شعب كردستان عندما يكرر مصيره ربما سيكون هناك بعض المحاولات لإحباطنا لكننا سنبزل قصار جهدنا لعدم السماح بذلك يمكن القول أن سورة الربيع العربي فجلت الوعي القومي الكردي من جديد وعمقت إدراكهم بقضية الانفصال كقضية اللابد منها في بناء الدولة الحديثة بمعايير الأتراف بالآخر ليبقى التساؤل عن الأكراد ومحاولتهم السامنة للانفصال هل ينجح الأكراد بتحقيق حلم الدولة هذه المرة وحده المستقبل القريب كفيل بالإجابة على هذا السؤال للمزيد ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ أحمد خليفة مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أستاذ أحمد أهلا بحضرتك تصعيد تقريبا من كل الأطراف الأكراد ماضونة في استفتائهم بغداد تقول إنها ستعتبر هذا الاستفتاء والعدم سواء تركيا تغلق الحدود إيران تغلق الحدود وتمنى حتى الحركة الجوية من وإلى أربيل إلى أين تنضي الأحداث إذن؟ الحقيقة منذ الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية الأكراد يحلمون بدولة كردستان أو دولة قومية للأكراد والحقيقة أن هذا كان حلم يراود الأكراد على مدى عشرات السنين مدى وقعية هذا في الوقت الحاضر ما أعلنه مسعود برزاني من الاستفتاء ومحاولة لإيجاد دولة كردية في وسط إقليمي رافض لهذه الدولة أعتقد أنه حلم غير وقعي ومرفوض ولكنه يتلقى الدعم من دولتين أو دولتين محددتين هما الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل نشهد على مدى السنوات الماضية منذ الغزو الأمريكي للعراق الدعم الأمني تحديدا من دولة إسرائيل وشهدنا ما شهدناه من احتشاد الأكراد في الاحتفالات التي أقاموها على مدى الأيام الماضية ظهور العالم الإسرائيلي والعالم الأمريكي بشكل معلن وبشكل واضح واضح الدعم الأمريكي والإسرائيلي لأهداف خاصة بإسرائيل حتى تجد لها موطق قدم في هذه المنطقة لكي تكون لها اليد الطولة في الشرق الأوسط بجوار تركيا وبجوار سوريا إذا كانت هذه القناعة الأمريكية أستاذ أحمد والشواهد على الأرض تقول ذلك تقريبا من واقع الدعم الذي قدم لكل الفصائل الكردية المقاتلة في سوريا وفي العراق لماذا إذن الموقف الأمريكي الرسمي في الأيام الماضية يظهر موقفا خلاف ذلك ويقول إنه دوما يدعم وحدة العراق ويرفض استفتاء الإقليم لماذا يبدو هذا الموقف الرسمي المعلن مناقض لحقيقة الأمر هناك اتجاهين الولايات المتحدة تعمل على مصارين المصار الرسمي المعلن وهو ما تقوله أنها رفضة لتقسيم العراق وأنها ضد الاستفتاء لكن على الأرض يحدث أشياء أخرى هو الولايات المتحدة وإسرائيل تريد أن يكون لها موطق قدم في هذه المنطقة حتى تكون لها اليد الطولة في منطقة مهمة جدا مجورة لسلاث دول وأيضا هناك تحرك الولايات المتحدة ليس على مستوى العراق وحدها ولكن أيضا دعمها لقوات الحماية الكردية التي أصبحت اسمها قوات سوريا الديمقراطية أيضا سيطرتها على المناطق أو محاولتها السيطرة على المناطق الحدودية ما بين سوريا والعراق أيضا اشتباكتها مع قوات الجيش العربي السوري هناك مقطة كامل للمنطقة في محاولة لتفتيت المنطقة وإنشاء كيان جديد غير عربي هو الدولة الكردية ومدعبة أحلام الشعب الكردي هناك رفض للإقليم نجد ردود الفعل الصادرة من إيران ويمكن فيه مباحثات هاتفية تمت ما بين الرئيس التركي والرئيس الإيراني وأيضا رفض عربي على مستوى جمع الدول العربية والدول العربية أعلنت بشكل واضح وأيضا المنظمات الدولية والإقليمية أعلنت رفضها لهذا الاستفتاء الدول الوحيدة التي رحبت بهذا الاستفتاء هي إسرائيل والولايات المتحدة أيضا دعمها واضح جدا حول الموقف الإسرائيلي ما هو النفع الذي سيعود على إسرائيل أو على دولة الاحتلال إن ذهب إقليم كردستان العراق إلى الانفصال ما هي طبيعة الفائدة التي ستعود عليه إسرائيل موجودة في الإقليم من سنوات طويلة مقابراتيا وأمنيا تدعم الانفصال حتى تكون بجوار دول من مصلحتها أنها تكون موجودة في هذه المنطقة بجانب إيران أيضا لكي تكون منوئة لإيران وبجوار دولة العراق وبجوار دولة سوريا وبجوار الحدود التركية دي طبعا تمثل خطورة شديدة على تركيا تركيا فيها يمكن أكبر نسبة من الأكراد عدد سكان تركيا 80 مليون ربع عدد السكان من الأكراد منذ 84 حتى اليوم 40 ألف قتيل اشتباكات ما بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي أيضا نجد أن الدولة تركية أعلنت بشكل واضح رفضها لهذا الاستفتاء وكان فيه محاولات لمحاولة تأجيل هذا الاستفتاء الحقيقة وكلها بقت في الفشل لكن مسعود البرزاني أصر حتى يكسب من الوضع الحالي نتيجة اشتباكات الجيش العراقي مع تنظيمات داعش الإرهابية وعدم استقرار الجيش العراقي منذ سنوات الذي شكلته الولايات المتحدة وعدم تسليحه ضعف الدولة المركزية أستاذ أحمد هو بمناسبة الموقف من فضلك من يتابع تصريحات المسؤولين ومن يتابع تصريحات مسعود برزاني تحديدا على مدى الأيام الماضية قبل أربعة أيام تقريبا من موعد هذا الاستفتاء كان يلمس لينا مفاجئا أو إن بدأ مفاجئا في موقف الرجل وبأن هناك ربما تكون إمكانية لإرجاء أو تأجيل هذا الاستفتاء إذا ما بني على تفاوض جاد مع بغداد ما الذي تغير في هذا الموقف وجعله أكثر تشنجا قبل يومين اثنين فقط من بدء هذا الاستفتاء هو حصل حوار ما بين هناك وفد من إقليم كوردستان ذهب إلى بغداد للمباحثات هناك مطالب من الحكومة المركزية العراقية بالعودة القوات العراقية إلى الحدود الدولية لدولة العراق أيضا النفط في منطقة كاركوك وكيف يصدر وما هي عائدات هذا النفط للتصدير في حقوق مالية وحقوق سيادة الدولة العراقية مسعود برزانيا استغل ضعف الجيش العراقي واشتباكه مع التنظيمات المسلحة الرد العراقي كان بالمحكمة الدستورية العراقية رفض هذا الاستفتاء وعدم الاعتراف به وعدم الاعتراف بنتائجه الشيء الآخر أن الحكومة المركزية العراقية طلبت بعودة السيادة وتجاوز مسعود برزاني لحدود الفيدرالية وسيطرته على مناطق خارج إقليم كوردستان الحقيقة الموضوع كان من أيام صدام حسين حينما أعطى الحكم الذاتي لهذا الاقليم تطور الأمر عقب الغزو الأمريكي للعراق إلى فوضى عرمة في المنطقة ثم ما شاهدناه من سنوات من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على نصف العراق تقريبا في منطقة الأنبار الحقيقة مسعود برزاني بيستغل هذا الوضع جيدا بدعم إسرائيلي لجيستي وعسكري وأمني واضح وتدريب لقوات البشمرجة حتى تناوي الحكومة المركزية في بغداد ده الذي يفعله مسعود برزاني هو استغلال الوضع الحالي وانشغال الجيش العراقي في معارك مناطق الحويجة والأنبار وعدم تطهير أغلب المناطق العراقية من تنظيم داعش الذي يلقى دعما أمريكيا أيضا غير مؤلن سنقود مجددا لنقاش القضية الكردية وهي قضية تبدو معقدة وشائدة على الأقل فيما سيأتي من أيام بعد هذا الاستفتاء لكننا الآن سنذهب للمؤتمر الصحفي المستشار الألماني التي تم إعادة انتخاب حزبها لفترة رابعة نذهب لهذا المؤتمر الصحفي ثم نعود الاستكمال لهذه الدواء سنذهب للمؤتمر الصحفي المستشار الألماني تعدر علينا إذن إتمام هذا المؤتمر الصحفي لوجود مشكلة في صوت الترجمة أعود مجددا إلى الأستاذ أحمد خليفة مدير تحرير وكالة تنباء الشرق الأوسط على الهواي مباشرة أستاذ أحمد مسعود برزاني قبل سنة ونصف أو أكثر قليلا قال أن العالم كله الآن يدرك أننا ماضون في مشروعنا للانفصال والولايات المتحدة الأمريكية تدرك ذلك تماما على مدى العام ونصف العام أو أكثر قليلا ما الذي تغير وجعل العالم كله يبدو كما لو كان مندهشا مما جرى بص حديث هو ما فيش اندهش والحاجة هو الولايات المتحدة الأمريكية تسير في سياستها الخارجية على مصارين دايما بتعمل ده هناك تحرك يعني مخابراتي وأمني بأشكال غير وزارة الخارجية الأمريكية غير ما تصدره الولايات المتحدة من بيانات زي رفضها للاستفتاء أو الاستفتاء في غير وقتي نجد أن مسعود برزاني الأحزاب الكردية في العراق والطيارات الأخرى غير الكردية في إقليم كاركوك في كردستان ترفض هذا التوجه أو تطالب بتأجيله لكن الحقيقة أن ما فعله مسعود برزاني هو استغلال جيد جدا للموقف الحالي من انشغال الجيش العراقي في معاركه الداخلية الولايات المتحدة على الجانب الآخر الحقيقة تريد أن تستمر قوتها ودعمها المخابراتي والأمني بجانب إسرائيل في هذه المنطقة بالذات لوجود ارتباطات حدودية ما بين أربع دول ونجد دعمها أيضا لقوات الحماية الكردية أو قوات سوريا الديموقراطية رغم أن عدد الأكراد في سوريا عددهم قليل مقارنة بأكراد العراق وأكراد تركيا نجد أن الدولة التركية التي تتحالف مع إسرائيل ولها مصالح وعلاقات تجارية واقتصادية وسياسية قوية جدا بالدولة العبرية نجد أن إسرائيل تعمل ضد المصالح التركية وتعمل ضد المصالح الإيرانية بالتعاون مع الولايات المتحدة وتعمل ضد المصالح العربية وتعمل ضد سيادة دولة العراق نعود للعام 2003 هو بداية التواجد الأمني الإسرائيلي في هذه المنطقة وهي إقليم كردستان وتعاونها ومدعبتها للحلم الكردي بإقامة دولة الحقيقة هناك أكراد إيران وهناك أكراد سوريا وهناك أكراد تركيا لن تقبل تركيا لن تقبل إيران الاستفتاء الذي قام به السيد مسعود برزان الحقيقة محكوم عليه بالفشل نتيجة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعمل ضد مصالح الإقليم هي بتعمل في اتجاه واحد وهي فرض نفوزها وسيطرتها الأمنية والعسكرية ما هو المعيار الذي استندت إليه في القول بأن نتيجة هذا الاستفتاء ستكون الفشل هي ستمضي في سياسة الأمر الواقع نذهب إلى استفتاء سننفصل ثم بعد ذلك الجميع كذلك المحيط المجاور لها كما ذكرت حضرتك يقول أنه يتعامل مع هذا الاستفتاء كأنه والعدم سواء كيف يمكن التعامل وفق هذه الأسس وكيف يمكن الاستناد أيضا إلى هذا المعيار معيار الفشل لهذا الاستفتاء سيد الفاضل الاستفتاء مرفوض على مستوى الإقليم تركيا ترفض الاستفتاء إيران ترفض الاستفتاء الدولة العراقية صحبة السيادة ترفض هذا الاستفتاء بحكم المحكمة الدستورية العراق بيحكمها نظام فدرالي بعد الاحتلال الأمريكي في 2003 هذا الرفض هو رفض قانوني ورفض سياسي كيف تستطيع وتركيا هددت بإغلاق الحدود منع تصدير النفط من كاركوك الحقيقة إقليم كردستان يعتبر إقليم مقفول حدود مقفولة ليس له منافذ غير المنفذ الجوي هو ارتبطاته بحدود برية حينما يتم حصار هذا الإقليم سيتم بالضرورة خنق هذا المشروع المؤشرات كلها بتقول في حالة إصرار فصيل مسعود برزاني أو القيادة التي تتولى الإقليم حاليا بقيادة مسعود برزاني الاستمرار في هذا الوضع هو سوف يؤدي إلى شيء واحد هو حرب إقليمية في الإقليم سترفضه إيران وتتدخل عسكرين ترفضه تركيا وتتدخل عسكرين أيضا وأعلنت دا تركيا الحقيقة أيضا سترفضه العراق وسوف تدخل الجيش العراقي في المناطق التي سيطرت عليها قوات البشمرجة التابعة لمسعود برزاني أيضا دولة سورية واشتباكتها مع لكن الحليف الأمريكي أستاذ أحمد الحليف الأمريكي إذا أخلص تجاه هذا المشروع الذي كما ذكرت حضرتك كان يرمي إليه منذ البداية لن يقف مكتوف الأيدي حيال تهديدات عسكرية لحليفه بل لمشروعه بالأساس الولايات المتحدة الحقيقة كل الفصائل سواء البشمرجة أو القوات سوريا الديمقراطية تنتظر المكافأة الأمريكية المشروع يسير على متوازيين المتوازي الأول هو مدعبة الحلم الكردي وده قومية الحقيقة وعندها أحلام وطموحات في إقامة كردستان الكبرى بالتوازي مع المصالح الإسرائيلية والأمريكية في إنشاء موطن قدم لها في هذه المنطقة في وسط رفض عربي وإقليمي من جارتان قويتان مثل تركيا وإيران أعتقد أن المشروع محكوم عليه بالفشل رغم المساعي الأمريكية لكن نظرا لمحاولة الولايات المتحدة على مدى سنوات طويلة كما ذكرت في التقرير قبل هذا اللقاء في مقدمة هذا اللقاء أن الربيع العربي داعب أيضا الحلم الكردي والولايات المتحدة هي كان مشروعها بالأساس في المنطقة هو المشروع الطائفي شيعة والسنة ومشروع الحرية لشعوب الشرق الأوسط ومحاولة خلق ما يسمى اسمح لي بين كوسين أسميه الربيع العبري وليس الربيع العربي لأنه هو اشتغل على مشاعر الشعوب ومحاولة إيجاد حياة أفضل لهذه الشعوب واشتغل عليها المصلحته هو في فوضى في ليبيا خلق دولة فاشلة وفي سوريا محاولة تدمير الدولة السورية وأيضا تدمير الدولة العراقية ومحاولة تدمير مصر فعلا كل ده مخطط نراه بأعيني على مدى سنوات طويلة كان من ضمن المشاريع هو خلق الدولة وإيجادها في المنطقة سنعود لنتعرف على ما هي طبيعة أو أسس الحل الممكنة إذا كان الكل يتحدث في مساره الخاص كيف يمكن إيجاد تسوية لهذه الأزمة خصوصا إذا ما تم الإعلان عن انفصال إقليم كردستان العراق من جانب واحد من جانب حكومة كردستان العراق ولكن بعد فاصل قصير أرجو أن تبقوا معنا نعود مجددا إلى ضيفنا على الهواء مباشرة الأستاذ أحمد خليفة أستاذ أحمد ما هي سبل الحل ما هي سبل الوصول إلى تسوية حجم التنازلات التي يمكن أن يقدم من كل الأطراف زي ما قلت حضرتك هو ما فيش تسوية إلا بتنازلات هو الوضع الطبيعي لإقليم كردستان الذي بدأه الرئيس الراحل صدام حسين هو إقليم بحكم ذاته بمعنى أن إدارة شؤون إقليم كردستان لأهل كردستان بجميع أطيفهم ومكوناتهم السياسية والعشائرية وأطيفهم سواء عرب أو كرد إلى آخر لكن الحدود والسيادة بما أن العراق دولة فدرالية تبقى للحكومة المركزية في بغداد الحدود والمطارات والنفط والإدارات السيادية تبقى للدولة العراقية هذا هو الحل العملي الذي يرضي جميع الأطراف وده الوضع الحالي لكن طموحات السيد مسعود برزاني بالخروج بدولة في وسط هذا الإقليم كردية هي تداعب ملايين الأكراد ومشاعر ملايين الشعب الكردي في حدود دول أخرى هي إيران وتركيا وسوريا لماذا أصرر مسعود برزاني لماذا أصرر على أن يضع كركوك المتنازع عليها ضمن المناطق التي يشملها هذا الاستفتاء هو الحقيقة إصراره بسبب النفط نجد وأحيلك معلش آسف أحيلك إلى سوريا سيطرة قوات الحماية الكردية على مناطق الغاز الحدودية في الأراضي السورية هو أيضا لإيجاد موطق قدم ومناطق غير كردية يعني للعلم هي مناطق لا يوجد بها أكراد ولكن بتعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية تحرك قوات الحماية الكردية أو قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق دير الزور تحديدا بسبب الغاز كركوك بسبب النفط لكن هناك تهديدات تركية التي تتحالف مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل بإيقاف تصدير هذا النفط الكردي هناك مصلحة مشتركة لدول الإقليم كلها لوقت هذه الفكرة وأحلام التوسع لدى نتانياهو في إسرائيل الذي رحب ورحب وزير العدل ورحب وزير الدفاع الدولة الوحيدة في العالم التي رحبت بهذا الاستفتاء ونجد على السوشيال ميديا ترحيب من الأكراد بشتى أطيافهم بهذا نتيجة مدعبة الدول هذه الدولتان للحلم الكردي بشكل واقعي لا يجب أن تستهين بما تفعله الولايات المتحدة على الأرض من إيجاد موطئ قدم لمخابرات هذه الدولتان وأيضا مستقبلا المشروع المخطط له إيجاد موطئ قدم لقوات أمريكية وصلت الفكرة هذه الأستاذ أحمد خليفة بعد خروجها في 2011 شكرا جزيلا لك أعتدر منك على المقاطعة الأستاذ أحمد خليفة مدير تحرير وكالة تنباء الشرق الأوسط منضمن إلينا على الهواء مباشرة ختام هذه القراءة التي خصصناها لتعطية جملة من التطورات سنتوقف الآن مع حضراتكم في فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى